الحديث سلاة التسبيح ما مدى صحة حديث سلاة التسبيح في المشألة قولان أهدوما التضعيف والآخر التصعيح هناك دولة قولان أولا يقول أنه ضعيف والآخر يقول أنه صحيح ثم إن كل قول من القولين ينقسم إلى قولين أما التضعيف فبعضهم يحكم بالوضع والبعض يسمون قليلاً فيخرجوا من الوضع إلى الضعف القول الآخر أيضاً منهم من يحسنه ومنهم من يرفعه إلى الصحة والآخر يقول أنه صحيح وهذا التفصيل نابع من مصطلح للمحدثين أن الصحة تشمل الحسن والصحيح والضعف يشمل الموضوع والضعيف وهذا بالنسبة للطلاب العلم قد يزيد بعض الإشكالات أحياناً إذا وجد إماماً من أئمة الحديث قال هذا حديث موضوع وآخر قال ضعيف فلا ينبغي أن يوجد بينهما تعارضاً لأنه ضعيف داخل فيه الموضوع حسب ما شرحنا كذلك قال في من صح أو حسن أحسن أحسن أنا أرى أنه صحيح لغيره الشيخ يقول أنه يعتقد أن الصحيح يعتقد أنه صحيح لغيره صحيح لغيره إذا ترجمي أبو محمد لا تعرف ما صحيح لغيره يعني أفلت صاحبك أفلت صاحبك يَلَّهِ إِلَّوِ قلت هنا when the sun shines هذا هو أصحي شكرا للمشاهدة